قالت مصادر أمنية عراقية إن ثلاثة صواريخ أطلقت على السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم في غضون ذلك حذر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق من أن تقود الهجمات المتتالية سلطة المؤسسات وتعرض حياة المواطنين للخطر يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولين أمريكيين وعراقيين تعرض دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق وسوريا لعدد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أقل من مواجهة عسكرية مفتوحة وأكثر من رسائل بطعم الحرب خلاصة خرج بها المراقبون للساعات الأربع والعشرين الماضية بما طوطه من سلسلة استهدافات لعسكريين ودبلوماسيين أمريكيين في العراق وسوريا وما حملته تلك الساعات كثير بحجمه بتداعياته وبنوك أهدافه فالمستهدف هنا السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد التي اعتاد سكانها على سماع صفرات الإنذار وقبلها قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي البلاد بعدة صواريخ أصابت جنديين أمريكيين بجراح وذلك استهداف شبيه بهجوم طائرة مسيرة على حقل العمر النفطي الواقع بمنطقة شرق سوريا والذاكرة القريبة تطول بالقائمة مطار أربيل الحدود العراقية السورية والعبوات الناسفة على الأرتال العسكرية المتنقلة بين محافظة وأخرى كالذي حصل في جنوب البلاد والرد الأمريكي باستهداف مواقع للفصائل الموالية لإيران في البوكمال والقائم هذا هو الخبر لكن الأخبار في العراق دائما أصل وفرع وتتمه فالهجمات على القوات الأمريكية لا تنفصل عن المطالبات الحثيثة من قادة الحجد لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالضغط على واشنطن لسحب قواتها من العراق فورا ومن دون جدولة طويلة الأمد الطرف المنادى والمقصود هنا الحكومة العراقية تجد نفسها بين نارين فهي من جهة تدين الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وتحاول عبثا ضبط منصات الصواريخ دون مطلقيها ونار الضغط الأمريكي نفسه عليها للاعب دور أكبر في ضبط الأمن في العراق لكن ما يقال همسا غير ما يعلن عنه قولا فثمت من يعتقد جازما اعتقادا لا غبار عليه أن ما يحصل على الساحة العراقية ما هو إلا ضوء إيراني أخضر للفصائل الموالية لها في المنطقة للتنسيق فيما بينها لمهاجمة المصالح الأمريكية ولسيما أن المفاوضات النووية الإيرانية لا تسير على ما يرام والوقت الآن هو وقت تحريك الأحجار على رقعة الشرق الأوسط بدقة تحمل قلعة ولا تقتل الملك ومن بغداد ينضم إلينا مرسلنا تحسين طه تحسين ما الذي تضح لديك حتى الآن عن الجهات التي تقف وراء قصف السفارة الأمريكية وماذا تريد أنا بك زميلتي حقيقة قبل قليل صدر بيان من ما يعرف بالهيئة التنسيقية العليا للمقاومة فصائل المقاومة أكدت تبرأتها من هذا الهجوم الهجوم الأخير تحديدا الذي استهدف السفارة الأمريكية وبثلاثة صواريخ طبعا من نوع كاتيوشا بحسب ما أكدته خلية الإعلام الأمن الحكومية البيان تحدث بصراحة بأنه لم يكن وراء هذا الهجوم في المقابل لم تتبنى أي جهة أخرى هذا الهجوم البيان الذي صدر عن الهيئة التنسيقية وتحديدا على لسان المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء أحد أهم هذه الفصائل في هذا التشكيل أو هذه التنسيقية قال بأن ليس هناك توجه لاستداف السفارة الأمريكية لكنه أشار أيضا أن الاستداف لم يكن محصور بالسفارة وإنما سوف يكون بالثقنات العسكرية التابعة للجانب الأمريكي أيضا هذا ما يتطابق مع تغييدة زعيم حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي عندما تحدث على أن السفارة الأمريكية ليس في معادلة الرد على حد وصفه حتى هذه اللحظة وقال أيضا المتحدث باسم كتاب سيد الشهداء بأن الاستداف سوف يكون حاليا مقتصر على الثقنات والمواقع العسكرية الأمريكية أيضا قال بأن هذا الأمر تعاهدت عليه الفصائل الموجودة تحت راية أو عنوان التنسيقية المعلومات المتوفرة لدينا تتحدث عن أن من يمثل هذه الهيئة التنسيقية مجموعة تشكيلات في مقدمتها طبعا كتاب حزب الله وكتاب الإمام علي وكتاب سيد الشهداء وكتاب جنت الإمام وأيضا هناك تشكيلات أخرى كحركة النجابة وحركة الأوفياء وصرايا الخارساني هذه أبرز التشكيلات الموجودة في المقابل أشاروا إلى أن في حال وجود هناك عمليات فهم غير يعني معنيين أو مسؤولين عن هذه العمليات التي تحدث من هنا وهناك وبحجة أو أن هذا الحق متاح للجميع الفصائل حتى وإن كانت غير موجودة في هذه الهيئة التنسيقية شكرا جزيلا لك تحسين طاها من بغداد شكرا جزيلا لك